مهى صبري تقطح معالم الرجال لتصبح أول حدادة في مدينة الإسكندرية المرأة الحديدية كما تلقب تعمل في ورشة حدادة خاصة بزوجها فظروف الحياة الصعبة والصعوبات المالية دفعت بمهى إلى التوجه إلى هذا العمل الشاق لإعانة زوجها في تربية الأولاد وتأمين احتياجاتهم ورغم صعوبة هذه المهنة حتى على الرجال إلى أن مهى أتقنتها كأي حداد محترف من قص وجمع وتلحيم ومقاسات للعمل على أجهزة الحدادة كافة إصرار مهى وعزمها على مساعدة زوجها لتأمين حياة أفضل لعائلتها جعلها تتخطى جميع القيود والعرقيل على مدى 16 عاما في مهنة الرجال التي تتطلب قوة جسدية لكن إرادتها حولت سواعدها إلى آلة حديدية كفاح زين العربية